التعليم العالي ويمثله في هذا اللقاء الأستاذ أحمد الشيخ الحقيقة اسمحوا لي أننا عايز أوضح لحضراتكم بعض المتجهات اللي احنا النهاردة بنحتفل بها احنا بنحتفل ب دورة رياضية بلعبة من الألعاب اللي هو الاسكواش واحنا دايما في الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة معالي الوزير الدكتور ايمن عشور دايما بيشارك معانا في نظيم الدورات اللي احنا بننظمها جمعة من جامعاتنا في مصر في هذه الدورة معانا جامعة نيوجيزة لساد الدكتور احمد سامح فريد مش بس رئيس جامعة نيوجيزة لا وكمان وزير الصحة الأسبق رجل من الرجال اللي احنا بنعتز ان احنا يعني شاركنا هذا الرجل في هذا العمل لان عطاءه لا ينقطر وقدرته عالى تسهيل الامور انا على المستوى الشخصي يعني بالنسبة لي قدرة رائعة جدا واصريت ان انا نقلها لحضراتكم عشان تحييوا معي على استاذ الدكتور احمد سامح عشور بالضبط كده النهاردة بنتشرف ايضا بوجود لواء اركان حرب حسام علي جعفر رئيس جهاز الرياضة القوات المسلحة نائبا عن وزير الدفاع والانتاج الحربي برحب بمعاليك يا سيادة اللواء شرفتنا النهاردة وارجو تبليغ تحيياتنا لمعالي الوزير فضل فضل احنا كناس شغالين في التعليم الجامعي وانا في يوم من الايام كنت مسؤول عن جامعة من الجامعات كان بيرقصها رجل الحقيقة توج هذه الجامعة وتوج التعليم العالي كله مش مرة واحدة مرة واثنين لدرجة ان احنا لما كنا نروح وزارة التعليم العالي نلقى اسم الدكتور عمر عزة سلامة في كل ركن من اركان هذه الوزارة تحية لأستاذنا الكبير الدكتور عمر عزة سلامة وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس او امين عام الاتحاد العربي للجامعات ومقر عمان في دولة مملكة الاردن طبعا لما اتكلم على الدكتور عمر عزة سلامة لازم اتكلم على الدكتور واقل الدبو وزير التعليم العالي الأسبق أيضا يعني النهاردة احنا فرحتنا غير مسبوك ان احنا معانا قيادات عملت على تطوير التعليم العالي في مصر بشكل لغاية النهاردة بنحصد حصاد هذا التتويج وبالغاية النهاردة بنشكرهم على كل ما بزلوه من جهد انا كمان عندي شكر يعني بالنسبة لنا يمثل قيمة كبيرة جدا ولما هقولكوا عليه هتسعدوا به جدا شكر خاص لصاحب السمو صالح عيسى بن هندي مستشار ملك البحرين انا سعدت ان انا اشتغلت مع معالي المستشار خمس سنوات في دولة البحرين ومعه حصل تطورات غير مسبوقة على مستوى الرياضة في دولة البحرين كلها فانا سعيد بوجود معاليك النهاردة شرفتنا وهو حاضر مخصوص لحضور هذه المناسبة طبعا استاذنا وكبرنا الدكتور كمال درويش لما بيتواجد ما نقدرش ما نواجهلوش الشكر لانه ده استاذ التربية الرياضية في مصر ورئيس اللجنة العلمية في وزارة الشباب والرياضة والرئيس السابق لنادي الزمالي الزمالكوية يرفعوا ديهم لو سمعوا الزمالكوية يرفعوا ديهم لنا اغلبية اهو معانا ايضا دكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش معانا اللواء اشرف عبد الحليم رئيس نادي الانتاج الحربي نائبا عن وزير الانتاج الحربي معانا معالي الاستاذ الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد العربي الرياضي للجامعات بحيي الدكتور سعيد اللي انا بتشرف ان انا النائب الاول بتاعه اللواء نادر رجدي طبعا هشكره على ايه ده رجل يعني معانا من اول ثانية في تنظيم هذا المؤتمر فانا بشكره طبعا لان من القيادات اللي هي الحقيقة يعني بنت معانا هذا اللقاء في كل لحظة من لحظاته مهمة اوي ان انا اشكر الاتحاد الدولي للجامعات يعني مصر جوليان من الاتحاد الدولي ومصر سيروس من الاتحاد الدولي بشكرهم شكر جزيل جدا على تفضلهم بقيادة العملية المتعلقة بتواصل العمل مع الاتحاد الدولي سواء كان للجامعات او ما يتعلق به رياضة السكواش مش هطول على حضراتكو ببلغكوا تحيات مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وكل من يعمل في هذا الاتحاد وبرضو حضراتكو عشان تبقوا ملمين هذا الاتحاد بيتضمن 28 جامعة حكومية وبيتضمن 25 جامعة خاصة وبيتضمن 30 جامعة اهلية واكتر من 120 معهد عالي بيمنح درجة جامعية كل دول اعضاء عاملين في الاتحاد الرياضي المصري للجامعات القائم على تنظيم هذه البطولة بشراكة مع جامعة نيوجيزة وبشراكة مع الاتحاد الدولي للجامعات ومع الاتحاد المصري للسكواش مرة تانية برحب بيكو وبقول لكو كل سنة انتو طيبين شرفتونا ونورتونا في هذا اللقاء وان شاء الله احنا عندنا السنة الجاية متقدمين ايضا لتنظيم بطولة العالم في الخماس الحديث وهيكون معانا الجامعة الامريكية في القاهرة وفي سنة عشرين اربعة وعشرين بطولة العالم في كرة اليد وهتكون معانا الاكاديمية البحرية ان شاء الله اهلا بيكو اهلا بكل الموجودين ضيوف على مصر اهلا بيه قيادتنا اللي احنا نفتخر في كل مكان والحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنا احتدية لو لا ان هدان الله شكرا 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 جن sortir وهذا البعث عن النساء. في حالة مجتمع تقلق انه مجتمعين والمجتمعين المتحدثين من القائس التي يحدث عن الأمار والعجارات ويحدث عن هاتف الجهازات من الأممانية. ونحن نموح بكثرة من البعض من المناصرين. ولكن نموح من المملكة بالنسبة للمناصرية. ترجمة نانسي قنقر. والآن مع كلمة ممثل الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية سيرس بانشا سيرس بانشا إنه مجموعة للعبير أن أعطيك في موضوع الفيسو في هذه المنزل الفيسو في هذه المنزل الفيسو في هذه المنزل الفيسو. أعتقد أن أستطيع أن أتحدث عن كلنا أن يكون في المنزل في الإجابة. لا يوجد أن هذا المنزل لديه رائعاً، لكنه يستطيع أن يكون الآن مرحاً في المنزل الفيسو. في 2008، يجب أن يمتزل الفيسو المعاملين في العامل، ويجب أن يكون مقاملًا بشكل احدى، رامي أشور. ومنذ ذلك، هناك الكثير من الديدون إلى هذا المعامل. لا أريد أن تخذ الكثير من المعامل، لذلك أجد أن أشكر أشكرناً للمشاهدة، تإستاذ اليدوم butterfly والفادرات فيه فه The players and officials have traveled long distances to come and play for the titles of World University Championship. I wish you a great stay and good competition. Hope you will be heading home at the end of this week with wonderful memories. Thank you. الحضور الكرام أعضاء اللجنة المنظمة المتطوعين ونرحب بكم وبالدول المشاركة بيصعدنا كالفيزو فاملي اتحاد الدولي للسكواش بوجودكم معنا النهاردة وكان بيقول ان هوا هيتكلم عن كل الموجودين وان دي حاجة محمسة جدا مشارفة جدا وجودهم هنا في مصر لان هي بلد مليئة بالتراث والتاريخ فده حاجة هتروج للسكواش اكتر في 2008 مصر استضافت البطولة دي الفيزو ويرد يونيفورستي سكواش شامبينشف وكان ايفنت حقق نجاح كبير من ضمنه طبعا بطالنا رمي عشور ومن ساعتها وكانوا دايما بيسعدوا وبيتمنوا ان احنا نصدف البطولة تاني كمصر وطبعا نشكر كل القائمين على البطولة من النادي لجامعة نيوجيزا للمتطوعين لاتحاد المصري للسكواش لاتحاد الرياضي للجامعات وطبعا ميسس زينة ويلدريج رئيسة الاتحاد الدولي للسكواش وكريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكواش وكان بيتمنى لنا كلنا كالدورة المشاركة وكالوفود بطولة موفقة وزيارة سعيدة لمصر شكرا والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور أحمد سيمح فريد رئيس جامعة نيوجيزا وآن مع كلمة الأستاذ الدكتور أحمد سيمح فريد نيوجيزا's university president شكراً لكم. شكراً لكم. أهلاً بكم في مصر أرض الحضارة وفي الجيزة أرض الإحرامات وفي نيو جيزة حيث أرض جماعتنا الجديدة جامعة الجيزة الجديدة نيو جيزة. شكراً لكم. جيزة تؤمن بأهمية ممارسة الرياضة والتنافس على البطولات بين شباب الجامعات لأن تحصيل العلم مع ممارسة الرياضة كمكون أساسي في الأنشطة الجامعية هو أمر على قدر كبير من الأهمية لخلق أجيال جديدة من الشباب القادر على التفوق والتميز والانطلاق بثقة نحو المستقبل. أخيراً أتوجه بالشكر لجميع من ساهم في التنظيم والإعداد لهذه البطولة التي نأمل أن تكون المنافسة فيها قوية وأن تكون المباريات ممتعة ونتمنى للجميع التوفيق والوصول للأدوار النهائية متمنان للجميع دوام الصحة والعافية. Ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome to Egypt, the land of civilization. Welcome to Giza, the land of the pyramids. Welcome to New Giza, the land of New Giza University. We are hosting New Giza University's championship, although the representative of the International Federation forgot to mention New Giza University. But welcome to New Giza University. New Giza University is pleased to host the FISU World University Squash Championship in collaboration with the International and Egyptian Universities Sports Federation, and the Ministry of Higher Education and Ministry of Sports and Youth. New Giza University believes in the importance of practicing sports activities and competing for championships with other universities and it will create a new generation of outstanding achievers leading the world towards a better future. We believe that acquiring knowledge as well as practicing sports are essential for a well-balanced young leaders. We hope this championship will witness strong competition and exciting matches that we will all enjoy. Finally, I wish all participants and players in this championship the best of luck on their way to the finals, and I would like to thank everyone who contributed and worked hard in organizing this event and made it possible in this time coinciding with COP 27 held in Sharma's Sheikh today. Thank you all for attending and thank you for coming and thank you for being with us at New Giza University. Thank you. And now with the word of Dr. Ayman Ashour, Minister of Higher Education and Scientific Research. And now with Dr. Ayman Ashour, Minister of Higher Education and Research Research. Thank you. 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 السيدات والسادة ممثلي للاتحاد الدولي للجامعات والاتحاد الدولي للإسكواش السيدات والسادة ممثلي الجامعات المشاركة في البطولة بناتي وأبناء الطلاب أعضاء الفرق المشاركة الزملاء الأعزاء رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم للإسكواش للجامعات السيدات والسادة الحضور الكرام إنه لمن دواعي سعادتي واعتزازي أن أشارك حضراتكم اليوم انطلاق فعاليات بطولة العالم للسكواش للجامعات التي تستضيفها جمهورية مصر العربية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور ومشاركة منتخبات من 12 دولة حول العالم في حدث تنافسي شبابي مميز نسعد بأن تحتضن أرض مصر فعالياته وتسعد بالضيوف الأعزاء المشاركين فيه من مختلف الدول الشقيقة والصديقة وفي مستهل حديثي فإنني أعرب باسم الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا عن أسمى آيات الترحيب والحفاوة بكل ديوف بصر المشاركين في هذا الحدث الكبير متمنيا لهم تيب الإقامة على أرض مصر كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لأسرة اللجنة المنظمة والتحية وأطشب التمنيات لكل المشاركين في البطولة بالتوفيق سواء بناتي وأبناء الطلاب أو غيرهم من أعضاء البعثات المشاركة ولفعاليات البطولة تمنيات بكل النجاح وأن تسفر بالإضافة إلى تتويج الأبطال وتحديد المراكز عن تواصل إنساني مميز بين ثقافتنا المختلفة التي تكون في مجموعها حضارتنا الإنسانية الواحدة تأكيدا وتجسيدا لواحد من أهم وأنبل الشعارات التي تتبنئها منظمة اليونسكو وهو التنوع في إطار الوحدة الحفل الكريم أن مصر التي تسعد اليوم باستضافة بطولة العالم للسكواش للجامعات هي نفسها التي كانت تحظى منذ أيام قليلة بشرف استضافة فعاليات النسخة الثانية من الإسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية وتستضيف هذه الأيام أيضا حدثا عالميا كبيرا هو فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخة وإذا كانت تلك الأحداث الكبرى التي تستضيفها مصر تترجم وتعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية فإنها من جانب آخر تعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لمختلف مجالات العمل والتنمية والجهد الذي تبدله مؤسسات الدولة والمجتمع فيها لتحقيق التنمية والتقدم انطلاقا من الاستراتيجية الأممية للتنمية المستدامة وتحقيقا لأهدافها التنموية السبعة عشر التي بنت مصر عليها استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر عشرين ثلاثين ومن جانب آخر هو ارتباطا ببطولة العلم للسكواش للجامعات التي نشهد اليوم انطلاق فعالياتها وتستمر حتى الحادي عشر من نوفمبر باذن الله فانني اعد حضراتكم بان تجد المنتخبات والبعثات المشاركة من مكونات البنية الاساسية الرياضية ومقومات الراحة والرفاهية والتسهيلات والمرافق وغير ذلك من الامور ذات الصلة طوال فترة المنافسات مما يجعلها بفضل الله بطولة ناجحة ومميزة طليق باسم مصر كما طليق بقيمة ومكانة المشاركين من منتخبات الدول الصديقة ولسيما في هذه الرياضة التي يحوز ابطالنا وبطلاتنا فيها مكانة مرموقة ويحتلون المراكز الاولى على المستوى العالمي السيدات والسادة بناتي وابناء العزاء اكرر الترحيب بكل ديوف مصر العزاء كما اكرر الشكر لأسرة اللجنة المنظمة ولكل من كان له دور في وصولنا الى هذا اليوم الذي بدأ في صورة امل ورغبة مصرية قوية في استضافة هذه البطولة الكبيرة وانتهى الى واقع جميل نعيشه ونسعد به وأكرر تحياتي وتمنياتي الطيبة للبطولة ولكل الفرق المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته So in conclusion to the speech of Dr. Ayman Ashour the Minister of Higher Education and Scientific Research he conveyed his greetings to all of you in this amazing event wishing you all good luck to all participants and to the university students welcoming you all in Egypt under the patronage of Dr. Mustafa Madbouli the Prime Minister of Egypt and also he greets the organizing committee and thanks them for their work furthermore that we are too happy in Egypt to have you all partnering with all the events happening in Egypt right now like the COP27 and other championships and also that we are making our best to present Egypt as we should in a special and unique way as Egypt is always is thank you and now with his excellency good afternoon and then this is our pleasure and I'm welcome you I am I am I am I am I am you I am I am I am I am نظمنا كايف سبنتين للشباب من اثنين للأربعة وطبعا مشاركين في كايف سبنتين العلب كل موجود في شرم الشيخ وتحياتنا لكن بكل تحية بالتقدير أرحب التحاد الدولي بالجامعات في استضافة واحدة من مجريات الرياضة الجامعية الكبرى التي نهتم فيها جدا في مصر وهي رياض الأسكواش وتحتل المصر التصنيف العالمي الدولي على المدار المحترفين والأرواية طبعا كل شكر وتغضير لمعالي وزير التعليم العالم الرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ومجلس الإدارة المحترمة وهذا الجهد الكبير لأعضاؤه وإدارته التنفذية كمان برحب بالاتحاد العربي الاسكواش لوجوده وأتمنى لكل المشاركين حسن وطيب الدقام وكل اللاعبين والرياضيين من نفسها التي تعبر عن قوة هذا الحدث مصر صدفت 162 بطولة عالم اختحادات الدولية الرحية يعني موجودة بانستمرار على المستوى العالمي والأفريقي والعربي سعيدنا نحن نكمل هذه المنظومة مع تلخر البطول وعلى بارك الله نال وفتاح طولة العالم للجامعات للسقواش شكرا لكم بأيكم أعطيت الكثير من الانترنشيات الدولية للسقواش أعطيت الكثير من الهيبيت المستوى العالم للسقواش ويستمعت كون من الانترنشيات الدولية للسقواش خليس مع المعارضة والسقواش شكرا لكي يكون لدي القنيات للسقواش في الشخص المستوى العالمي انا نفسي مصرية الدولية الانترنشيات الدولية نحن أتفكر بأننا نتعرف على واحد أكثر من الأكثر من الوقت للجميع لكيه كبير 27. وإن حتى لأكثر من المنصر وصفاتنا نحن فقط أجل وضع كبير 70. أتمنى أن هذا الأكثر من الأكثر من لأننا نحن نتحدث في إجابة لأننا نحن نحن نقلق من العامة 162 أعامات الأنسانيين وإنهات أجهزة في إجابة لذلك أردت أن أعطي أن نشاكل المساعدين وعلى الأعلى المددينة الأربية ومن حتى المددينة الأنسانين المترجم للقناة المترجم للقناة فقط أقوم بإمكاني المترجم للقناة شكرا بسم الله الرحيم And now, the arrival of the FISO flag المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة Attention please, rise for the international FISO anthem الرجاء الوقوف لسلام الاتحاد الرياض الدولي للجماعات المترجم للقناة 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 شكرا لتبور العرض شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة تم استلهام فكرة التميمة من الآلهة المصرية القديمة وذلك لأن البطولة ستقام في مصر حيث تم اختيار الإله تحوت وهو إله العلم والمعرفة عند المصريين القدماء ولذلك للتعبير على أن البطولة لطلاب الجامعات اختيار الألوان كان مناسب مع الفن المصري القديم ويظهر ذلك في اللون الأصفر والبرتقالي ومناسب للجامعات ويظهر ذلك في اللون الأزرق الذي يدل على النجاح والمعرفة ويظهر ذلك في اللون الأزرق ويظهر ذلك في اللون الأزرق ويظهر ذلك في اللون الأزرق الألوان والفعال الأزرق والذلك في passامية ومعرفة المصر على القديم أفتح في التعبير فإن تحاول القديم أفتح في التعبير ويظهر ذلك في التعبير العام الأزرق ورخ الأزرق كان مقهي برد للتعبير في عفد للغير وكهي برد للغير with the color that indicates success and knowledge. Now, Let's start the show. شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 بفتك السابق وضي ما هي حفاق لم تأخذي ولا كم وليه تلعيش لي لومي خلمي طالع في العفرة حتى تطبي بيه وننمي للفكر اللي قارع تكترك حتى تطبي بيه وننمي للفكر ولي فقادر حتى علموك والزمن ضعي وطحبت وصدر تنسى القطر كيلة ريال شكرا أو طعب الوطن لما سأخذي ولا كم وليه تلعيش لي لومي القلب قولها يلعى وفرحة تطبي بيه ونلني للفجر اللي راجع لما نأخذ ولا كم وليه نلعش دوم القلب طالع العفرة حدثت نحق بيه ونلني للفجر اللي راجع اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 مصر هي الصبح مدري مصر صوت الفاكرية صب يا فول طعام يا كشرين طوبة طاطا صمة جدا مصر أول يوم العيد عيني يا مبو لبس جديد في النسيمة ونوتيات روب حقل الثلاثة بسمة مترو مواليد الرحمن وفنس رمضان مصر في بيت مسيح مترو ترني ملايق على دخل غنان فيها حاجة حيام حاجة حلوة بيننا حاجة كل ما تنسي زيادة فيها إن فيها نية صافية فيها حاجة دافية حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة موسيقى 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 والآن نستدعي دكتور صبحي حسنين للصعود على المنصة لتقديم مفاجأة حفلة الليلة شكراً لكم مفاجأة أنا شخصياً ما كنتش مقتنع بيها أبداً ولكن أرغمت عليها أنا يعني يمكن أنا والدكتور عرفة الوحيدين هنا اللي حضرنا تنظيم بطولة العالم للجامعات 2008 صح؟ في حد تاني؟ أه بها والدكتور أحمد فاروق صح؟ دي المجموعة اللي حضرت معنا 2008 ونظمنا بطولة العالم للسكواش جامعات وهذه البطولة حققنا فيها طبعاً ميداليات ذهبية وكان بطل العالم فيها اللاعب رامي عشور طبعاً حضراتكم وكلكم سمعتوا هذا الاسم رامي عشور بطل مصر في السكواش وكان ترتيبه الأول في بطولة العالم للسكواش للجامعات 2008 فاسمحولي أن أنا أقدم لكم الأول اللاعب العالمي رامي عشور طبعاً كل ده على عينه على راتيه الكابتن رامي منتخب مصر وبطل العالم والكلام ده كله وبعدين فجأت أن هما جايين يقولولي إحنا عادين مطرب كبير يغني في الحافل فقالتولهم طيب نجيب مطرب كبير وعدنا نفكر بقى في المطربين الكبار فلقيت الزملاء واحد من الزملاء جاي يقولي إيه رأيك نعمل مفاجأة ونخلي رامي عشور بطل العالم يغني معالي الوزير يعني دكتور عمري يعني الكلام ده ممكن عشان بطل العالم في سكواش يغني يا جماعة هقولوا حاجة يغني طب اللي عايزه يغني يثقف اللي عايزه يغني يثقف اضأ لا 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 ناا لا 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 لأ أنا أليش دعوه بقى هتسمعو محدش بقى يقوللي إنت جاي بده من يهلا متوفقين افضل اختروا إن هكوا جزء من الموضوع ده و اختروا إن أنا كنت ممثل للبطولة حاجة تشرفتي وبعدين مبسوط إن أجل إليه علاقة بالسكواش عشان إلي حاجة بدمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دايما هنكون وقفين في ظهرك مع بعض دايما احنا اقوى ما تحسش يوم انك لوحدك لازم نتعلم من الهزيمة شرف الموحة ولا دي حاج عظيمة ام يا باطلت حتى نفسك جوك قوة ومليون عزيزة اطفقنا سجير ونشرفنا اجي يا لسابقة ومن وسط جلدك دينا نحكي لك حكاوية وانشتك تبقى واحد منا عاش يا باطل ما تستسلمش الحياة الحياة مستنياك جمت في قلبك وما تخافش دا الوقت كله معاك اطفقنا سجير وانشرفنا اطفقنا سجير ومن وسط جلدك دينا نحكي لك حكاوية وانشتك تبقى واحد منا عاش يا باطل ما تستسلمش الحياة مستنياك جمت في قلبك وما تخافش دا الوقت كله معاك نيو جيزا نيو جيزا نيو جيزا أولاً أنا معاكو النهاردة ومتشرف بوجودي معاكو في وسط الحفل والحدث المهم جدا الرائع دا في طول العالم بتتعمل في مصر دي حاجة كبيرة جدا ومش حاجة بتحصل كل يوم وحنا مفروض نبعارفين قيمة حاجة زي دين هي بجد كبيرة أنا ملعبت 2008 وكسبتها الناس في كل حيطة برا مصر كانوا عارفين ان احنا كنا من نظم طول العالم فدي حاجة أنا بنزوي متشرف قوي ان انا فوستوكو النهاردة وجزء صغير من الحدث الكبير دا وطبعاً الحدث دا وعمر ما كان يحصل طبعاً من غير المساندة والسابورت دكتور أيمان عشور ومعين الوزير أيمان عشور ومعين الوزير أشرب صبحي وعايزة أشكر دكتور أحمد سامح طبعاً سابورت الكبير دكتور صخي حسنين مستر كمال درويش طبعاً دكتور عرفو يعني أنا بخاف انسا هي دكتور بهاء هو كتفكرته دكتور بهاء أصلاً هو دكتور عرفو طبعاً يعني أنا عايزة أشكركم جداً موجودكم النهاردة وهنغني أغنية كمان ودكتور عمر سلامة طبعاً هنغني أغنية كمان و… Have all players up here so they can take a selfie If you guys will care Shall we do this? Shall we do it? Jump on here Coach is more than welcome They'll be super nice Let's do it اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة